السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبائي طلاب الصف الأول الأعدادي في مراجع على منهج شهر مارس في دروس الجغرافيا إن شاء الله هنعمل مراجعة النهاردة الحصة ديت على دروس الجغرافيا الحصة الجاية إن شاء الله هنعمل مراجعة على دروس التاريخ لأن انتم عارفين يا شباب إن اختبار شهر مارس إن شاء الله في آخر الشهر وإحنا الوقت في آخر الشهر فلازم نعمل لكم مراجعة عشان نثبت المعلومات بتاع الشرح في الدروس بتاع شهر مارس نبدأ المراجعة بتاعتنا على دروس الجغرافيا وشهر مارس زمانتم عارفين بيشمل الأقاليم المناخية والنبات الطبيعي في العالم ويا بعض نراجع بعض الأسئلة على الأقاليم المناخية والنبات الطبيعي في العالم ونبدأ بأول سؤال معنا وهو سؤال اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين أول سؤال من أسئلة اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين معنا واحد تصنف الأقاليم المناخية على سطح الأرض طبقا لعدة أسس منها إحنا لما جينا نتكلم عن الأقاليم المناخية الأربع أقاليم المناخية اللي هي الأقاليم المناخية الحارة والأقاليم المناخية المعتدلة الدفيئة والأقاليم المناخية المعتدلة الباردة والأقاليم المناخية الباردة ولنا بنصنفهم صنفناهم أربع أقاليم حسب حاجتين الحاجة الأولينية اللي هي تشابه كميات المطر الحاجة الثانية موجودة معنا في الثلاثة اختيارات يطرى صنفنا الأقاليم المناخية على أساس التشابه في تأثير الضغط الجوي ولا التشابه في درجات الحرارة ولا التشابه في خطوط الطول صنفناها على أساس إيه؟ مع تشابه كمية الأمطار صنفناها على أساس أيوة التشابه في درجات الحرارة تمام يا شباب السؤال الثاني في اختاره تنتمي المناطق الواقع بين دائرتين عرض 10 شمالا و10 جنوبا إلى الأقليم المناخي الاستوائي البحر المتوسط الموسمي صنفنا يا طرى الأقليم المناخية اللي بتقع بين دائرتين عرض 10 شمالا و10 جنوبا يطرى بتنتمي إلى الأقليم المناخي تمام الأقليم الاستوائي وشبه الاستوائي تفاكرين أن الأقليم البحر المتوسط بيقع بين دائرتين عرض كم؟ 30 إلى 45 شمالا وجنوبا غرب القرار تفاقرين الأقلم الموسمي لأدمالهش دوائر عرض مكتوبة في كتاب المدرسة ولكن مكتوب في كتاب المدرسة إنه بيقع جنوب شرق قرارة أسيا بل إجابة الصحيحة الأقلم الاستوائي وشبه الاستوائي تتميز المناطق الواقعة بين دائرتين عرض 10 إلى 18 شمالا وجنوبا بي حبوب الرياح الموسمية شتاءا عرارة مرتفعة طوال العام شتاء طويل شديد البرودة بالأول المناطق الواقعة بين دائرتين عرض 10 إلى 18 شمالا وجنوبا يطرى بتنتمي إلى أي أقلم مناخين أيوة بتنتمي إلى الإقليم المناخي المداري طيب الإقليم المناخي المداري بقى أنبي يتميز بإيه في الثلاث حاجات دول الإقليم المداري تمام إحنا كنا قلنا بيتشابه مع الإقليم الاستوائي في الحرارة المرتفعة طوال العام بل إجابة حرارة مرتفعة طوال العام سألني بعد كده يمتد الاقليم المناخي المداري الحار بين المناخي المداري الحار اللي هو عشرة الى طمانتاشر شمالا وجنوبا بيقع بين الاقليم نهوية طرى بين اقليمي الاقليم الصحراء والحار والاستوائي البحر المتوسط والصيني الموسمي والاقليم الصحراء والحار طب احنا لو جينا كده نشوف الدوار العرض بتاع اقليم البحر المتوسط واقليم الصيني الثلاثين الى خمسة واربعين لا طبعا ده المداري من عشرة الى طمانتاشر طب الاقليم الموسمي ده موجود في جنوب شرق اقارة اسيا بس يبقى الاقليم المناخي المداري بيمتد بين الاقليم الصحراء والاقليم الاستوائي لان احنا عندنا الاقليم الاستوائي اللي قدامنا دهوات بيقع بين دارتين عرض عشرة الى عشرة شمالا وجنوبا الاقليم الصحراء من تمنتاشر الى تلاتين شمالا وجنوبا بينهم من بعض الاقليم المداري اللي هو من عشرة الى تمنتاشر شمالا وجنوبا يبقى الايجابة الاقليم الصحراء والحار والاقليم الاستوائي شهر اللي بعد كده تسقط الامطار بالاقليم المناخي المداري في فصل تسقط الأمطار بالأقليم المناخي المداري في فصل الشتاء الصيف الربيع طب دي بقى أن يرجعنا يا شباب لإيه أيوة دي رجعنا للخصائص المناخية بتاع الأقليم المناخي المداري فاكرين الخصائص المناخية بتاع الأقليم المداري أيوة الخصائص المناخية بتاع الأقليم المداري بيقول لنا ارتفاع درجة الحرارة طوال العام سقوط المطر خلال فصل الصيف وتقل كميات المطر كلما بعدنا عن دائرة الاستواء يبقى الإجابة في فصل الصيف يعرف اقليم المناخ نؤط باقليم السافانة يعرف اقليم المناخ نؤط باقليم السافانة واحنا عندنا الاقليم المناخية لها اسم تاني غيرها ايوة عندنا بعض الاقليم المناخية لها اسم تاني يعني مثلا زي المناخ البارد بنسميه مناخ التنظرة زي مثلا مناخ مناخ الايه بنسميه مناخ السافانة التنظرة لا الصحراء ولا يبقى المداري يعرف اقليم المناخ المداري باقليم السافانة يمتد الأقليم المناخي نقط جنوب شرق قرة أسيا الموسمي المداري البحر المتوسط للسائلينها دلوقتي يمتد الأقليم المناخي نقط جنوب شرق أسيا للسائلينها أيوة الأقليم الموسمي اللي موجود جنوب شرق أسيا القرى التي تقع معظم أراضيها في نطاق الأقاليم الحرة هي القرى التي تقع معظم أراضيها في نطاق الأقاليم الحرة هي أمريكا الشمالية لا ده احنا عندنا أمريكا الشمالية قريبة من المحاطر القلب الشمالي أستراليا لا ده أستراليا بعيد شوية آه معظم مساحة أستراليا بتقع في الأقليم المدالي الحر لكن في قرر بأن اللي معظم أراضيها بيقع في نطاق الأقالي من الحرة غير أستراليا هي قررة أفريقيا أيبا إجابة أفريقيا طبعا إحنا ليه ما اخترناش أستراليا ما اخترناش أستراليا لأن أستراليا بيمر ديها مدار واحد بس اللي هو مدار الجادي لكن أفريقيا بيقع معظمها ما بين مدار السراطان في الشمال ومدار الجادي في الجنوب ينتمي أقليم مناخ البحر المتوسط إلى الأقاليم المناخية مناخ البحر المتوسط بينتمي إلى الأقاليم المناخية معتدلة باردة لا الأقاليم المناخية المعتدلة الباردة عندنا ثلاثة فهي أقليم البحر المتوسط أقاليم المناخية المعتدلة الباردة عندنا غرب أوروبا وعندنا اللورانسي وعندنا القرى البارد طب الأقاليم المناخية الحرة لا الأقاليم المناخية الحرة أربعة ففهيش البحر المتوسط أقاليم المناخية الحرة فيها الاستوائي فيها المداري فيها الموسمي فيها الصحراء والحر يبقى كده الإجابة الأقاليم المناخية المعتدلة الدفئة طب الأقاليم المناخية المعتدلة الدفئة بتشمل الأقليم مناخ البحر المتوسط وإي ترى وأقليم إيتانيا مع مناخ البحر المتوسط فيها أقليم البحر المتوسط وفيها أيضا أقليم الصحار المعتدلة وفيها الأقليم الصيني اللي هو المعتدل شرق القارات المعتدل الدافئ شرق القارات اللي احنا بنسميه الصين تتميز الأطراف الشمالية لمصر بصفحة الرجاف وشتاء دافئ ممطر لوقوعها ضمن إقليم مناخية ترى دي صفات الإقليم إيه؟ تمام دي صفات الإقليم بتاع البحر المتوسط يقبل أطراف الشمالية لمصر الأطراف الشمالية لمصر تتميز بصفحة الرجاف شتاء دافئ ممطر لوقوعها ضمن إقليم البحر المتوسط يتشابه الاقليم المناخ الصيني واقليم مناخ البحر المتوسط فيه الصيني والبحر المتوسط فيتشابهم في ايه ترى سقوط الامطار طول العام لا طبعا لان اقليم البحر المتوسط امطاره فصل الشتاء اه الصيني امطار طول العام لكن البحر المتوسط دي فصل الشتاء الانتشار بقرة أوروبا لا الصين مش موجود أصلا في قرة أوروبا مش موجود يبقى كده الوقوع بنفس دوائر العرض طيب ليه الوقوع بنفس دوائر العرض لأن الاتنين بيمتدهم بين 30 إلى 45 شمالا وجنوبا أي من الأقاليم المناخية الآتية لعبة الرياح العكسية الغربية دورا رئيسيا في سقوط الأمطار بها طوال العام قر البارد إقليم غرب أوروبا الأقليم المعتد للبارد شرق القرات أي الأقاليم المناخية لعبة الرياح العكسية الغربية دورا رئيسيا في سقوط الأمطار بها طوال العام فكروا معايا كده يا شباب نساعد بعض أيوة تمام صح إجابتكم المعتدل البارد شرق القراط طيب ليه المعتدل البارد شرق القراط لأن المعتدل البارد شرق القراط مكتوب في كتاب المدرسة أمطاره طوال العام أمطاره طوال العام معتدل صيفا وبارد شتاء طيب هو ما جابش هنا سيرة الرياح العكسية الغربية يبقى نرجع تاني عن الإجابة مش المعتدل البارد شرق القراط طب أمال إيه أقلم غرب أوروبا طب تعالوا نسترجع الخصائص المناخية لأقلم غرب أوروبا بيقول إيه بتقول إيه الخصائص المناخية لأقلم غرب أوروبا أمطار طوال العام أيوة أهو لوقوعه في نطاق الرياح العكسية الغربية تمام يبقى نطاق الرياح العكسية الغربية إيه جت مع إقلم غرب أوروبا يبقى الأمطار بتسقط طوال العام على إقلم غرب أوروبا لوقوعه في مناطق الرياح العكسية الغربية يبقى الإجابة إقلم غرب أوروبا تمام ماشي يتنوع النبات الطبيعي نتيجة لاختلاف درجات الحرارة أكيد الإجابة كميات المطار من أنواع الغابات التي تنمو في المناطق الحرة البحر المتوسط البحر المتوسط أكيد الغابات الاستوائية لأنها تقع في المناطق الحر الغابات هي تجمعات شجرية ضخمة وكسيفة وذلك نتيجة لي؟ غزارة الأمطار ارتفاع الحرارة نوع التربة الغابات هي تجمعات شجرية ضخمة وكسيفة وذلك نتيجة أيوة لغزارة الأمطار تمام من الأشجار المسمرة في الغابات الاستوائية الزين الكاكاو الزيتون اللي يجيب إيه؟ الزين وفي إيه نحشة ببعى الإجابة دي؟ لا طبعا الزين من أشجار الغابات النفضية طب الزيتون؟ لا طبعا الزيتون من أشجار غابات البحر المتوسط؟ يبقى الإجابة أشجار الكاكاو تنمو أشجار نقاط ضمن إقليم غابات البحر المتوسط الفلين الصبار الصنوبر الفلين والصبار والصنوبر؟ صبار؟ لا الصبار من النباتات الصحراوية طب الصنوبر؟ لا ده الصنوبر من الغابات المخروطية يبقى أكيد الفلين من أشجار الغابات النفضية المهجني الزين الشربين الغابات النفضية؟ الغابات النفضية المهجني؟ المعتدل الباردة وتعيش بها أنواع مختلفة من الحيوانات منها تنمو الغابات النفضية في المناطق المعتدل البارد؟ تمام الكلام تمام تعيش بها أنواع مختلفة من الحيوانات منها لأغنم المعذ؟ لا أكيد لا لأغنم المعذ؟ دي من غابات البحر المتوسط النمور والأسود؟ لا النمور والأسود لا لأن النمور والأسود من حشاش السافانة السناجب والقطط أيوة تمام هي السناجب والقطط بتعيش في الغابات النبضية أي من الأشجار الآتية يرتبط نموها بسقوط الأمطار التصاعدية طب هو الأمطار التصاعدية الأول يا شباب بتحدث فين؟ أيوة بتحدث في المناطق الاستوائي طب إيه بقى أنه ينمو من الأشجار دي في المناطق الاستوائية؟ الزيتون؟ لا طبعا لأن الزيتون غابات بحر متوص الزين؟ لا طبعا لأن الزين من الغابات النفضية يبقى كده الإجابة المطط أي من الأقاليم المناخية التالية تنمو بها الغابات النفضية؟ نجيبها من تحت كده المعتدل الدافئ والمداري لا طبعا المعتدل الدافئ دي غابات الأقلم الصيني والمداري دي الغابات المدارية وحشقش السافان التنظرة والجبلي لا طبعا لأن التنظرة عبارة عن تحالب بتنمو بعد زوابان الجلي أيوة يبقى الإجابة غرب أوروبا والمعتدل البارد بقصود بالمعتدل البارد هنا يا شباب اللي هو المعتدل البارد شرق القراط اللي احنا بنسمي الإقلم الأورانسي تعيش الفيلة فيه الغابات الاستوائية؟ لا طبعا ليس الغابات الاستوائية؟ لأن الغابات الاستوائية يا شباب هنا الأشجار كسيفة ومتشابكة فمش هتقدر أن هي مش هتقدر فيها لأنهم يعيشوا فيها هيعدوا منها الزائد من بينها الزائد؟ حشائش المعتدلة؟ لأ الحشائش المعتدلة دي اللي هي حشائش الاستيبس دي بنرب عليها الأغنم والمع يبقى أكيد الحشائش الحر سؤال اللي بعد كده من النباتات الصحراوية التي لها القدرة على تحمل الجفاف الفلين؟ لا الفلين الكاكاو والنخيل من النباتات الصحراوية التي لها القدرة على تحمل الجفاف نحن عندنا الفلين وعندنا النخيل هنختار إيه طراء؟ ها؟ نختار إيه؟ لأنه هنا في السؤال بيقول من النباتات الصحراوية ما قالش من أشغر غابات البحر المتوسطة التي تتحمل الجفاف لأنه هنا بيقول النباتات الصحراوية يبقى نختار على طول النباتات نروح للسؤال بعد كده في الصحة والغلط سؤال صحة وغلط أول سؤال معنا في الصحة والغلط تنوع الأقاليم المناخية لا يؤدي لتنوع صور الحياة على سطح الأرض ما نصرعش يا شباب لأنه نحن دايما بنحل الأسئلة الصعبة ونيجي في الأسئلة بتاعة الصحة والغلط ونغلط فيها مش عارف لي تنوع الأقاليم المناخية لا يؤدي لتنوع صور الحياة على سطح الأرض نبدأ في أسئلة الصحة والغلط الطلب الشطرة دايما لأنهم بيتسرعون وبكرؤوش السؤال كويس تنوع الأقاليم المناخية لا يؤدي لتنوع صور الحياة على سطح الأرض لا طبعا يؤدي إلى تنوع صور الحياة على سطح الأرض يبال إجابة خطأ السؤال الثاني يعد الأقليم الاستوائي وشبه الاستوائي والأقليم الموسمي من الأقاليم المناخية الدفيئة من السرعش أقاليم المناخية الدفيئة لا طبعا ديك من الأقاليم المناخية الحرة استوائي وموسمي ومعها مداري ومعها الصحراء والحر دي من الأقاليم المناخية الحرة تمام يبال عبارة خطأ أمطار الأقليم المناخي الاستوائي وشبه الاستوائي من النوع الأعصاري أمطار الأقليم المناخي الاستوائي وشبه الاستوائي من النوع الاعصري احنا لسه واخدين دلوقتي يا شباب ان المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي بتسقط عليه الامطار التصاعدية ايوه يبال عبارة العبارة خطأ السؤال اللي بعده يمتد الاقلين المناخ الصحراء والحر بين دائرتين عرض 18 الى 30 شمالا وجنوبا غرب القراء ايه ترى الاجابة الاقلين الصحراء والحر الاستوائي 10 الى 10 شمالا وجنوبا المداري 10 الى 18 بعده بيجي الصحراء والحر 18 الى 30 تمام يبال ايجابة صحيحة تسقط الامطار طوال العام في الاقلين المناخ المعتد للبارد شرق القراط طب هو المعتد للبارد شرق القراط بنسمي له اسم تاني هو ايه ايوه اللورنسي تمام طب الامطار بتاع الاقلين اللورنسي بتسقط طوال العام تسقط طوال العام ايوه تسقط طوال العام طيب ما تقولوا لي كده شباب على اقلين تانيين بتسقط عليهم الامطار طوال العام غير المعتد للبارد شرق القراط اللي احنا بنسميه اللورنسي ايوه في الاستواء وشي بيه الاستواء امطار طوال العام وفي ايه ايوه الصيني امطاره ايضا طوال العام يبقى العبارة صحيحة يتسم الاقلين الصحراء والحر بالمدى الحراري الكبير يتسم الاقلين الصحراء والحر بالمدى الحراري الكبير الاجابة صحة ولا غلط ايوه الاجابة صحيحة تمام تمام تمتد الاقلين المناخية المعتدلة الدفيقة بين دائلتي عرض 45 إلى 60 شمالا وجنوبا الأقليم المناخية المعتدلة الدفيئة بين دائلتي عرض 45 إلى 60 شمالا وجنوبا وإحنا قلنا الأقليم المناخية الحارة ما بين 30 و30 المعتدلة الدفيئة 30 إلى 45 المعتدلة الباردة 45 إلى 60 الباردة ستين إلى تسعين يبقى العبارة خطأ ده مش الأقاليم المناخية المعتدلة الدفاع ده الأقاليم المناخية المعتدلة الباردة يبقى العبارة خطأ سؤال لبعده تقول كمية الأمطار في أقل المناخ السافانة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء عبارة صحة ولا غلط العبارة خطأ لأن تزداد كمية الأمطار في مناخ السافانة مناخ السافانة ده بنسميه مناخ السافانة بنسميه مناخ المداري ده بتزداد كمية الأمطار في المناخ المداري اللي هو أقليم السافانة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء يبقى العبارة خطأ سأل لبعد كده يتشابه موسم سقوط الأمطار في أقليم من مناخ البحر المتوسط والأقليم من مناخ الصيني من السرعش يا شباب من بالسرعش أقليم البحر المتوسط مطر وفصل الشتاء الأقليم الصيني مطر طوال العام يقبل إجابة خطأ يمتد الأقليم المناخ الصحرا والحر في غرب القرات يمتد الأقليم المناخ الصحرا والحر في غرب القرات نحن نسألينها دلوقتي أن الأقليم المناخ الصحراء والحرب يقع بين دلتين عرض 18 إلى 30 18 إلى 30 شمالا وجنوبا في غرب القراط بل عبارة صحيح يعد الفلين من أهم أشجار غابات البحر المتوسط الفلين من أهم أشجار غابات البحر المتوسط طب انتوا فاكرين أن أهم أشجار غابات البحر المتوسط أيها أهم أشجار غابات البحر المتوسط عندنا الزيتون وعندنا الفلين يبقى الإجابة صحيحة تعيش الزواحف في كل من الغابات الاستوائية والتنظرة تعيش الزواحف في كل من الغابات الاستوائية والتنظرة تمام طب الغابات الاستوائية بيعيش فيها الزواحف والقراطة والطيور الملونة لكن التنظرة بيعيش فيها الزواحف لا طبعا التنظرة ما بيعيش فيها الزواحف طب ما للطنظرة أهم الحيوانات اللي في الطنظرة يا شباب أهم الحيوانات اللي في الطنظرة حيوان اسمه الرنة وحيوان اسمه الكاريبو الرنة أو الكاريبو دل اللي بيعش في التنظر أيب العبارة خطأ تشترك الغابات على اختلاف أنواعها في أنها دائمة الخضرة يطرى الإجابة إيه؟ الغابات على اختلاف أنواعها دائمة الخضرة؟ يعني إحنا عندنا الغابات الاستوائية دائمة الخضرة، غابات البحر المتوسط دائمة الخضرة، غابات صنوبرية دائمة الخضرة ولكن الغابة النفضية مش دائمة الخضرة ليه؟ لأنها تنفض أوراقها في فصلي الشتاء والخريف بسبب طبعا شدة البرودة أو بسبب سقوط السلوك وشدة البرودة إذن العبارة خطأ في الغابة النفضية ما يشد دائمة الخضرة يمكن الاستفادة من الحشائش الحر اقتصاديا في مجال السياحة يمكن الاستفادة من الحشائش الحر اقتصاديا في مجال السياحة العبارة أي طرح يمكن الاستفادة من الحشائش الحر اقتصاديا في مجال السياحة لا العبارة أكيد صحيحة لأن الحشائش الحر حضقة حيوان طبعية وممكن أن نستغل حضقة الحيوان الطبعية دي وتدخلنا داخل هنستفد مننا اقتصاديا هنزود بها موارد الدولة تبال عبارة صحيحة تنمو الحشائش الحارة في فصل الصيف تنمو الحشائش الحارة في فصل الصيف تب الحشائش الحارة بتنمو فيه مش بتنمو في الأقلم المداري والأقلم الموسمي في فصل الصيف تنمو الحشائش الحارة في فصل الصيف تعيش الوعول والجرزان والكسر من الزواحف في شمال أسيا بالصحراء الكبرى الوعول والجرزان هي بتعيش في قلب الصحاري هي والزواحف بس في شمال أسيا لا مش في شمال أسيا أما الفينية ترى لديت في شمال أفريقيا الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا مش في شمال أسيا يبقى العبارة خطأ في شمال أفريقيا الأقلم المعتد للبارد شرق القراط هنا الأقلم المناخية المعتد للباردة المعتد للبارد شرق القراط هو اسمه ايه؟ ليه اسم تاني ايوه اسمه لورنسي دي بيعتبر من الأقاليم المناخية المعتدلة الباردة صح ولا غلط الأقاليم المعتدلة البارد شرق القارات من أقاليم المناخية المعتدلة الباردة مش احنا لسه إلين دلوقتي أن الأقاليم المناخية المعتدلة الباردة ثلاثة غرب أوروبا المعتدل البارد شرق القارات اللي هو اللورنسي وعندنا الأقاليم الثالث اللي هو القر البارد يبال إجابة صحيحة تعيش الحيوانات أكلة العجب في الأقلم البارد الحيوانات أكلة العجب والحيوانات أكلة اللحوم في الأقلم البارد الإجابة أي ترى لا طبعا الحيوانات أكلة العجب والحيوانات أكلة اللحوم في الأقلم الحار وبالتحديد في الأقلم المداري الحار يبال عبارة خطأ نروح بعد كده لسؤال بما تفسر أسئلة المقالية بما تفسر تقسيم العلماء سطح الأرض إلى أقالم مناخية هذه الأسئلة على اختبار شهر مارس الشباب وشهر مارس زي ما احنا قلنا في الجغرافية بيشمل إلى أقالم المناخية والنباتة الطبيعية ليه يطرى العلماء أسمهم سطح الأرض إلى أقالم مناخية فهما أسموها إلى كم أقالم مناخي الأول أيوة إلى أربع أقالم مناخية اللي هي الأقلم المناخية الحارة والأقلم المناخية المعتد للدفئة والأقلم المناخية المعتد للباردة والأقلم المناخية الباردة طب هم أسموها إلى أربع أقلم مناخية ليترى أسموها إلى أربع أقلم مناخية حتى يسهل على العلماء دراسة المناخ على سطح الأرض من حيث الحرارة والأمطار والرياح يبقى تقسيم العلماء سطح الأرض إلى أقل المناخية تسهل على العلماء دراسة المناخ على سطح الأرض من حيث الحرارة والرياح والأمطار سأللي بعد كده بما تفسر سقوط الأمطار طوال العام في أقليم غرب أوروبا نستعيلين هالوقت سقوط الأمطار طوال العام في أقليم غرب أوروبا تمام لوقوعه في نطاق الرياح العكسية الغربية لوقوعه في نطاق الرياح العكسية الغربية سأللي بعد كده بما تفسر التفاوت الكبير في درجات الحرارة في الإقليم الصحراء والحار بنجد درجة الحرارة بالنهار تتجاوز 50 درجة مئوية أو 60 درجة مئوية بالليل بتتجاوز درجات الحرارة بتقل لدرجات الحرارة وبتصل إلى خمسة درجة مئوية عشرة درجة مئوية فيه تفاوت كبير فيه اختلاف كبير في درجات الحرارة في الأقليم الصحراوي ليتراه هيوة لأن المدى الحراري اليومي والسنوي كبير لأن المدى الحراري اليومي والسنوي كبير تمام بما تفسر تنوع النبات الطبيعي على سطح الأرض تنوع النبات الطبيعي على سطح الأرض النبات الطبيعي متنوع على سطح الأرض ليه ترى النبات الطبيعي متنوع على سطح الأرض لسببين السبب الأول تنوع درجات الحرارة السبب الثاني اختلاف كمية كمية المطر السؤال اللي بعد كده بما تفسر تناقص مساحة الغابط في الوقت الحاضر تناقص مساحة الغابات في الوقت الحاضر ليه مساحة الغابات تناقصت في الوقت الحاضر لأن الإنسان قطع مساحات كبيرة منها وذلك ليه يطرى الاستفادة من أخشبها عشان يستفيد من أخشبها اتنين إحلال الزراعة محلها السؤال اللي بعد كده تعتبر حشائش السيفان حضقة حيوان طبعي ليه السيفان حضقة حيوان طبعي هل يفقرني بالإجابة كده حيث يعيش بها حيوانات أكلة العجب زي حيوانات أكلة العجب زي الغزلان والزراف والفيلة حيوانات أكلة اللحوم زي إيطار حيوانات أكلة اللحوم زي الأسود والنمور والضبع بما تفسر أهمية الحشائش أهمية الحشائش اعتبر مراعي طبيعية لها أهمية كبيرة بالنسبة للسروة الحوانية نحن بنربل السروة الحوانية بتاعتنا على إيه شباب على الحشائش سواء الحشائش الحرة أو الحشائش المعتدلة ففاكريني الحشائش الحرة بنسميها إيه؟ السافانة والحشائش المعتدلة بنسميها الاستبس السؤال اللي بعد كده اختلاف صور الحياة النباتية في الأقلم الصحراوي ليه بتختلف صور الحياة النباتية في الأقلم الصحراوي؟ بتختلف صور الحياة النباتية في الأقلم الصحراوي حيث هناك نباتات تتحمل ظروف الجفاف وقصوة المناخ من خلال طول الجزور مثل أشجار النخيل وهناك نباتات لها القدرة على تخزين المياه مثل التين الشوكي والصبار السؤال اللي بعد كده ما النتائج المترتبة على إزالة الغابات؟ إيه طرى النتائج المترتبة على إزالة الغابات؟ النتائج المترتبة على إزالة الغابات أدى إلى الإخلال بالنظام البيئي حيث اختفت أنواع كثيرة من الحيوانات والطيور اتنين ارتفاع درجة حرارة الأرض السؤال اللي بعد كده ماذا يحدث إذا؟ وقعت مصر بين دائلتين عرب عشر شمالا إلى عشر جنوبا لو جلنا سؤال زي ديها شباب نعمل في إيه؟ نشوف دوائر العرض دي بتشمل أقلم مناخ إيه؟ أيها بتشمل أقلم مناخ الاستوائي؟ يبا نجيب الإجابة بتاعته نجيب الإجابة بتاعته اللي هي خصائص المناخية بتاعة الأقلم الاستوائي وكمان الخصائص النباتية تمام وكمان الخصائص النباتية طب إيه طرى بقى الخصائص المناخية بتاعة الأقلم الاستوائي اللي هو ما بين عشر شمالا وعشر جنوبا واحد ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة طوال العام اتنين سقوط الأمطار طوال العام السؤال بعد كده ماذا يحدث إذا تشابه المناخ على سطح الأرض إيه يا ترى الماذا يحدث إذا تشابه المناخ على سطح الأرض المناخ ما كانش متنوع على سطح الأرض يحصل إيه لو تشابه المناخ على سطح الأرض لو تشابه المناخ على سطح الأرض أي يؤدي إلى لن تتنوع المحاصر الزراعين لن يتنوع النبات الطبيعي يصبح المناخ إما حرا أو باردا أو ممطرا أو جفا يكون هناك ملل في حياة الإنسان لأنه أنتم عارفين أن التنوع هو أجمل حاجة في الحياة تنوع الأشكال، تنوع النباتات، تنوع المحاصيل، تنوع كل حاجة هيئبى فيه هناك ملل في حياة الإنسان بنكون كده وصلنا يا شباب إلى نهاية حصة النهاردة والحصة دي تخصصناها لمراجعة منهج الجغرافية على شهر مارس اللي هو الأقاليم المناخية والنبات الطبيعي في العالم وإلى اللقاء إن شاء الله في مراجعة الحصة الجاية مراجعة التاريخ على منهج شهر مارس وهيئبى مراجعة التاريخ هتشمل ثلاث دروس إن شاء الله درس الإسكندر الأكبر في مصر مصر تحت حكم البطالمة مصر تحت حكم الرومان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته